أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعد من أكثر الدول لجفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري وخلال كلمتي أمام دورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه أكد الرئيس أنه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها على الرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ فمصر من أكثر دول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة والتي يزعب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليون من البشر هم نصف سكان مصر وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو كعلى معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في إفريقيا وتؤدي تدعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر موسيقى